حديثي عن اتفاق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة فريرة مع المشرف العام امير مرتضى منصور طبعا الكلام كان على اهمية تدعيم الفريق في بعض المراكز واهم هذه المراكز رأس الحربة الرجل طالب رأس حربة على مستوى عالي طالب اتنين من اتنين لتلاتة ليه في لعيبة ممكن ما تكملش مع نادي الزمالك حسب بقى ما يترقى من مستوى فريرة حسب ما يترقى اللجنة المكلفة بهذا الموضوع سواء المشار مرتضى او امير مرتضى او جمال عبد الحميد او اسماعيل يوسف مع حفظ الالقاب طبعا كلهم كبات المصر يعني الراجل بيقول انه هتكون المنافسة قوية جدا الموسم القادم فلابد من تدعيم الفريق ثلاث مهاجمين على الاقل على مستوى عالي جدا ممكن يبقى فيه مهاجم افريقي ممكن يبقى فيه اتنين افرقى واحد مصري حسب رؤية اجازة فني وحسب الاتفاق اللي هتتم ما بين المشرف العام وبين مستوى فريرة ليه بقى الكلام ده لان الراجل شايف ان المنافسة السنة الجاية هتكون قوية جدا 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 وبالتالي هو شايف انه تدعيم هذا المركز من الاساسيات الملحة جدا جدا في الفتر القادم وقال كمان ان في بعض اللعيبة ممكن ما يبقوش مع نادي الزمالك في هذا المركز الموسم القادم سواء على الاطراف سواء في الاسترايكرز حسب ما يشوف القصة فعشان كده هو محتاج عدد لا بأس به محتاج تلات لعيبة على الاقل في الفيروت وانا شايف ان هو طالب منطقه يا جماعة الحقيقة وطبعا هيكون هناك دراسة لأكتر من سيفيه لعيبة على مستوى عالي ممكن يكون فيه لاعب مصري ممكن يكون فيه لاعب اجنبي يعني ممكن جدا جدا يبقى فيه بعض اللعيبة الاجانب من المغرب من تونس يعني مثلا عندك يحي جبران شفناه النهارده فيه المباراة النهائية النهارده وبالمناسبة يقول هارض لك النادي الاهلي مبروك للوداد ووداد الامة الحقيقة كانوا يعني متمسكين بشكل كبير جدا النهارده مبروك ليهم وهارض لك للنادي الاهلي في ظل وجود بعض اللعيبة الاجانب زي ما قلت لحضراتكم سيفيهات موجودة مع امير بيتناقش معه وفيديوهات ايضا ومن خلال الرؤية لان هو الراجل طبعا عنده دراية كبيرة جدا به الكرة العربية او الافريقية بشكل عام يعني وبالتالي هناك اتفاق على تدعيم هذا المركز لانها ضرورة ملحة جدا جدا بالاضافة الى بعض الملاكس زي الباك اليمين زي مثلا الديفندر مهم جدا المساك برضو على نفس الوتيرة بتاعة الفراودة اهم شيء اتفقوا عليه امير المتقدم معه فريرة ان اللعيبة لازم تبقى على مستوى عالي جدا بغض النظر عن الناحة المادية لان الزمالك اللي بيلعب في نادي الزمالك يا جماعة لازم يتحمل ضغوط هذا النادي العريق والكبير الضغوط كبيرة جدا 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 على اللعيبة في الملعب ليه لان انت بتحمل اسم نادي كبير جدا نادي الزمالك وبالتالي لابد ان يكون هناك تدعيم على مستوى عالي جدا انو ده الدراسة اللي بيعدها امير ملتقدم مع جماعة الحميد واسماعي يوسف عشان يقدموها ليه المشتر المتدى ومن ثم ليه مستوى الفريرة الشغل على قدم وساق في نادي الزمالك بغرض تدعيم الفريق تدعيم مميز جدا مش عايزين عشرين لعيبة احنا مش هنجيب عشر لعيبة يعني احنا هنجيب اربع خمس ملاكز تدعيم فقط فيه مركز مثلا محتاج اتنين لعيبة فيه مركز محتاج لعيب هتقديني في حدود ست سبع لعيبة بالكتير او ست سبع صفقات بالكتير جدا جدا على مستوى عالي جدا لان اللي موجود على مستوى عالي فاللي هيمشي اللي هيمشي من الناس اللي مش هتجدد او الناس اللي هتجدد هتقعد الناس النادي الزمالك مش هيكمل معها دوارد طبعا في بعض اللعيبة النادي الزمالك مش هيكمل بناء على رأي وجهة نظر المدير الفني وبالتالي تدعيم الفريق مهم جدا ومن أولويات مجلس إدارة الموسم القادم هما الشغلين حقيقة غرفة العمليات شغلها دلوقتي من فترة يعني على هذا الملف بشكل كبير جدا لتدعيم هذا الفريق بشكل كبير